طيب رجوعها بقى مرة ثانية للرياضة فكالعادة كعادة فرق النادي الاهلي المختلفة فريق الاهلي للسباحة من زاوي الهمم تربع على عرش بطولة كأس مصر للسباحة لزاوي الهمم التابعة للاتحاد الهمم الرياضي المصري للإعاقات الزهنية اللي يقيمت طبعا مؤخرا في مدينة الإسكندرية شارك النادي الاهلي بحوالي 43 سباح وسباحة من أصحاب الهمم في فعاليات هذه البطولة وتنافسه مع حوالي 700 سباح وسباحة هما إجمالي المشاركين في هذه البطولة وحقق خلالها أبطال النادي الاهلي 30 ميدالية ذهبية و24 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية بمجموعة راكمي 69 ميدالية وده يعتبر رقم قياسي جديد بينضم إلى سلسلة النجاحات اللي بيحققها دايما الحقيقة جهاز ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم على صعيد البطولات المحلية كمان تعد منافسات السباحة واحدة من أهم الرياضات اللي دايما بيشارك فيها أبطال النادي الاهلي واللي دايما بيحققوا من خلالها أرقام قياسية وبيتأهلوا يعني هو دي بطولة اللي بتؤهل السباحين لبطولة التمييز المؤهلة بدورها للانضمام لمنتخب مصر وتمثيل مصر على المستوى الدولي طبعا كل الشكر والتحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي براسة الكابتن محمود الخطيب وكمان الإدارة التنفيذية وإدارة النشاط الرياضي حاجة محترمة جدا وحاجة مشارفة جدا تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل هاتفيا معنا على التليفون كابتن محمد العجمي رئيس جهاز زاوي الهمم في السباحة للنادي الأهلي صباح الفول يا كابتن ألف ممروك صباح النور يا كابتن والله دا حاجة تشرف أو فعلا جدا جدا ولا تفرح والله جدا الحقيقة ودايما نحن نتكلم يعني مش بس على المستوى السباحة يعني حقيقة على مستوى كل الرياضات اللي بيشاركوا فيها على عيدة النادي الأهلي وأصحاب الهمم بصفة خاصة إيه سر التمايز دا جاي منين يا فندم احنا بدأنا النشاط دا زي ما انتم عارفين من ألفين وخمسة أولادنا دولا كلهم كانوا خمس سنين وست سنين دا شغل من ألفين وخمسة مع الأولاد دي لغاية ما وصلنا بيهم للدرجات دي إنهم يحققوا ويحتلوا المناصب العليا والمراكز الأولى في جميع المسابقات أولاد تفرح سهلا إحنا كنا في القعدة البحرية برأس التين كل الناس بيبصوا لهم ومفرحانين بيهم يعني كمان في حاجة تاني كان لازم ألفة نظر لحضرتك إن النادي الأهلي لأول مرة عين لنا دكتور طبيب اسمه أحمد عادل في الجهاز وده كان ليه أثر كويس جدا في البطولة لدرجة إن كان فيه حالات من الحالات من عندها أخرى حصل لها إغماقات وكده كان بيروح يسارع وكانوا بيسألوا دكتور دامنين فعارفوا إنه هو من النادي الأهلي فدي كانت حاجة مشرفة جدا للنادي الأهلي طبعا لأنه طول عمر النادي الأهلي سباق في هذه الحاجات وإحنا طبعا ده اسم النادي الأهلي شكرنا قائد القعدة وقدمنا له درع النادي الأهلي وبرضو دي كانت لفتة كويسة كده من النادي الأهلي النادي الأهلي في كل مكان بيشرف وأولاده بتشرف النادي الأهلي بتشرف مصر تشرف كل حاجة والله صحيح بتستعدوا بقى الاية كابتن محمد الفترة الجاية ان شاء الله والله الفترة الجاية احنا ده حاليا بنجهز فيه بطولة هتبقى في نادي الصيد في 6 اكتوبر تبع الاسبيشال اولومبيك واحنا بنجهز فيها الجيل نعتبر كده الجيل التاني اللي هما اولادنا اللي في الاكاديميات بنا حاولنا انتقي منهم العناصر الكويسة اللي هي ممتازة وحنحاول نشارك بهم عشان برضو يبقى فيه مشاركة الجيل تاني يقدر يخش يغطي الجيل الاولان جميل يعني كل التحية والتقدير والشكر لحضرتك ولكل اللي بيتعاونوا مع حضرتك انتو الحقيقة بتعملوا حاجة في المنتهى الاهمية وفي المنتهى الانسانية ويمكن ده اهم كمان انا بشكرك الديني ما عليش فرصة بها ان انا اشكر انتازة هذه الفرصة اشكر اولادي واولاة الامور ومجلس الادارة ومدير النشاط الرياضي والجهاز الفني جهاز الفني على مستوى عالي جدا 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 ودي اختيارات النادي اما بيجي يختار اي حد في الجهاز من المدربين بيختاروا على اعلى مستوى يعني واختارهم ماجستير ودكتوراه فأنا دي حاجة بتشرفني جدا وبتشرف النادي الاهلي وبتشرف ولاده واشكر الدكتور احمد عادل اللي هو اول مرة شارك معانا في البطولة ويهتم بالاولاد مش اولاد النادي الاهلي بجميع اولاد الاندية اللي كانت مشاركة في البطولة فدي حاجة تحسب للنادي الاهلي مش عشان هو النادي لا هو كده النادي الاهلي نمبر وان في كل شيء ولازم يبقى نمبر وان في كل شيء احنا بنهني حضرتك مرة تانية مليوم مبروك يا فندم ونتمنى لكم يا رب ان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من التقلق والمزيد من تشرفكم لي جماهير النادي الاهلي في كل مكان كان معانا على التليفون كابتن محمد العجمي رئيس جهاز زاوي الهمم بالسباحة بالنادي الاهلي شكرا جزيلا لحضرتك